السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم ما تشاهدوا الفيديو ديال اليوم اقتراح ديال اليوم عبارة عن وجبة غداء ولا وجبة عشاء سهلة سريعة التحضير صحية ولديدة بزاف غتنفعكم كذلك في وجبة سريعة لأطفال ديالكم وحتى اللي ما كي يأكلوش الخضرة بهذه الطريقة غيأكلوها وغتعجبوهم بزاف غير ما تنسونيش اخواتي من جيم او لا تضغطوا على زر الاعجاب جزاكم الله خيرا غنبدو على بركتي الله غنحتاجو الحبة وحيدة من القرع الاخضار اي الكورجيت وحبة من الجزر وحبة من البطاطس اللي كان كنو غسلناهم مزيان من بعد كان قشروهم بطابعة الحال وكان غسلوهم بالنسبة القرع الاخضار كذلك كان نحك لي هذيك القشرة الخارجية ديالها كين اللي كي يخليها بالقشرة ديالها انا كان فضل نحيدها لها من بعد غن نحك القرع الخضراء ديالي في هاد الميبشارة اللي العيون ديالها كبار كما كتلاحظوا معي بالنسبة للكيميا كتبقى على حساب عدد افراد الاسراء اللي بغيتوا تديروا كيميا كبيرة ممكن تضعفوا المكونات نفس الشيء مع الجزر او الاخيزو من بعد ما قشترتو غسلتو كذلك غنبشرو في هاد الميبشارة الغليدة كي ما كتشوفوا معي هاد الوصفة سهلة جدا وسريعة التحضير غتنفعكم مع وليداتكم وجبال اللي هي سريعة وحتى الاطفال اللي ما كي يأكلوش الخضراء لاغلبية الاطفال ما كيبعوش الخضر بهاد الطريقة كي يأكلوها وغتعجبوهم بزيف انا متأكدة نفس العملية مع الحبادية البطاطس كذلك او البطاطا من بعد ما قشرتها وغسلتها عندي الحبة شوية كبيرة اللي كانوا عندكم صغار ممكن تديرو جوج حبات صغار كذلك غنبشرها في هاد الميبشارة الغليدة هادي بالنسبة اللي بغيتوا تدخلو شينا واخر من الخضر ره ممكن اللي بغي يزيد معها البصل او الليشو الكرومب حتى هو تبشره بهاد الشكل كنوضع الخضراء ديالي في المقلاس كنوضعها في نار فوق نار متوسطة كنضيف عليها ملعقة كبيرة من الزبدة اي نوع من الزبدة عندكم زبدة العلبة او العبار مهم اي نوع من الزبدة كتعطيها هاد الخضراء معداق اللي جيد رائع اللي شحرتها هكا في الزبدة ولكن لما متوفرها لكم ممكن تتعملوا زيت الزيتون او لزيت المائدة كنخلط الخضراء ديالي جيدا وكنخليها تشحر مزيان حتى كتدبان فوق نار اللي كتكون نار متوسطة كما كتلكم ماشي نار مهيلة باش الخضراء مطلق لنا المدية لها غنضيف عليها الملح القليل من الملح والقليل من الابزار عفوا فقط كنكتفي فقط بهات التوابل باش تبقى في هديك البنة ديال الخضراء كنشحرها مزيان مزيان حتى كتدبان وكالطيب اللي كنقيسوا ديك البطاطا بيدينا كنلقوها رائع طايبة ضغية كالطيب رائع بسرعة كالطيب الخضراء لانها مبشورة ارقيقة كما شفتوا هنا يمن بعد ما طابت لها الخضراء ديالي كنفرغها هنا في واحد الاناء زجاجي كنخليها تدفى واحد شوية مشي حتى تبرد تماما غير تدفى واحد شوية ومن بعد هنا كما تلاحظوا رها دفات واحد شوية غنضيف عليها القليل من الزيتون الاخضر وقطعه دوائر ما تكتروش منه تقريبا واحد ملعقة ولا ملعقتين وهذا الاضافات كيبقوا اختيارية اختيارية دائما وهنا يغنضيف عليه البيض بالنسبة للبيض كيبقى هلا حسب المكونات الخضراء اللي درتو كديرو شوية بشوية حتى تشوفوا شحال غيخلطها لكم هنا كما تلاحظوا ضفت الجوج بللي الخليط ما زال تقيل ضفت الحباء الثالثة استعملت ثلاثة الحبات من البيض وبالنسبة للزيتون كيما كنت لكم اختياري مشي ضروري في هاد الوصفة نهائيا وكذلك الجبل الاحمر اختياري اللي بغيتوا تبننوها اكتر و تضيفوا الجبن وممكن كذلك تضيفوا الجبن متلتات قطعوه تاخدوا واحد جوج قطاع او لثلاثة القطاع ديال الجبن متلت قطعوهم قطاع اللي هم صغر و تضيفوهم على الخالط حتى هو كي يجي الديد بزاف وممكن تستغنو على الجبن نهائيا الان كان نرجع لنفس المقلة اللي شحرت فيها الخضراء كي مشتورة بالله ما غسلتها يلا شحرت فيها الخضيرة ووضعت فيها واحد القطعة ديال الزبدة وغان خليها حتى تسخون مزديان ودوب لديك الزبدة باش ما تلتا سقش لنا في المقلات وضروري ستعملوا شي مقلات اللي مكات للسقش وكنفرغوا فيها الخالات ديالنا بهاد الطريقة هادي كذلك اللي بغي يطيبها في الفران راح ممكن غدخلو اه توضعوها في المول ديالكم ديال الفران بعد ما كتدهنوه بالزبدة ودخلوها للفرن ممكن تديروها على شكل فردي ضروري ما نغطوها الفوق بشي صينية او بشي اغطاية ونخلوها على نار اللي تكون مهيلة من بعد ما كتطيب وكتبالي نصافي شدات رسها من الفوق بهاد الشكل هادا ضروري كنعاونو بشي سباتولا كندوزوها من الجوانب باش نتكدو انها ملا سقاش وكنقلبوها بشي صينية او بشي تبصيل بهاد الطريقة وكنرجعوها الطيب على جهة الثانية باللي كنديروها على الجهة الثانية كنبطو نضغطو عليها كواحد شوية اراها دغية كالطيب في ساعة كالطيب وهنا يا غنقلبوها في الصحن ديال التقديم كتجي بهاد الشكل هادا كتجي الديدة وكاضافة اخيرة غنرشها بالقليل من جوبن احمر مبشور تزيين بسيط فقط لي كيبقى اختياري دائما ماشي ضروري مهم ان المداق ديلها كتجي اكتر من رائعة وصفة اللي هي صحية متكاملة وغنية تعطوها لولداتكم اه كتشبع مشبعة ولديدة بزاف ممكن تحضروها للعشاء او للغداء او لا هكا لانش بوكس ديال الولدات هنا هي ضرورية ما هنقطع لكم قطعة بششوفوا الشكل ديالها من الداخل كما قلت لكم ممكن كذلك تطيبوها في الفرن ممكن تطيبوها على شكل فردي يعني تديروهم صغورين اه كتجي الديدة في كل الحالات كنت منا اخواتي تجربوها لانها فعلا كتستحق تجربة ديالكم وكنت منا دائما ما تنسونيش من تشجيعات ديالكم اللي كتفرحني بزاف اه تخليوا لي اياه جامل الفيديو شي تعليق محفز ولك يعجبوكم بحال هاد الافكار او لا بحال هاد الوصفات اه بالخضر الوصفات المالحة اخليوا لي اه الاراء ديالكم في التعليق باش نزيدكم المزيد من هاد الوصفات السريعة والصحية كنشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة وان شاء الله نطلقوا في فيديو قادم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة